ملفات فساد واسعة ومتشعبة يعاني منها العراق الكثير منها يمر عبر بوابة البنك المركزي وتحديدا في مزاد العملة الذي تتمحور فكرته الأساسية حول بيع الدولار إلى المصارف الأهلية وشركات التحويل المالي لإدارة عمليات استيراد البضائع حيث تصل مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار يوميا إلى حدود 180 مليون دولار ويتهم مراقبون البنك المركزي بإدارة عملية توازن للفساد بين الولايات المتحدة وحلفاء إيران في العراق وفي هذا الصدد أكدت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها أن الولايات المتحدة تواجه اتهامات بالتغاضي عن تدفق الأموال إلى إيران عبر العراق ويقول التقرير أن وزارة الخزانة الأمريكية تغض الطرف عن عمليات غسيل أموال تجري في العراق متهما مسؤولين في البنك المركزي بالتواطئ مع شركات توفر غطاء لمشاركة إرهابيين في المزاد تقرير نيويورك تايمز أكده خبراء عراقيون أشاروا إلى أن العراق بات بوابة لتخفيف الضغط على إيران بمباركة أمريكية كاشفين عن دخول مصارف غير عراقية على منفذ بيع العملة بينها مصارف لبنانية وإيرانية تحصل على حصص يومية تراوح ما بين 5 إلى 8 ملايين دولار وبين الخبراء أن تعاملات العراق التجارية مع إيران لا تتم من خلال المنظومة المصرفية نظرا للعقوبات المفروضة عليها وهما يفسر عمليات استيراد الورود والطماطم والبطخ من إيران بأسعار مبالغ فيها تتجاوز حاجة العراق ويقدر الخبراء حصيلة غسيل الأموال من المبيعات اليومية للبنك المركزي بنحو 15% مؤكدين وقوف جهات سياسية نافذة خلف المصارف التي تمتلك حصصا من المزاد وتقدم فواتر بأسماء شركات وهمية تعمل كمنافذ لتحويلات التجار ويشوبه عمليات غسيل أموال دون اتخاذ البنك المركزي أي إجراء بإحالة تلك الملفات إلى النزاهة وكانت المفوضية الأوروبية قد أدرجت العراق ضمن قائمة الدول التي تشكل مخاطر مالية على الاتحاد بسبب القصور في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب حيث لم يعد الأمر متعلقا بعمليات فساد واستنزاف العملة الصعبة من العراق لصالح إيران بل تعداه ليكون واجهة مشبوهة لتمويل العمليات الإرهابية التي تنفذها الميليشيات موسيقى موسيقى